من فوق قمة جبل أوكيمدن المكسوة بالثلوج قرب مدينة مراكش جنوب المغرب يستطيع المتزلجون حين يكون الجو صحواً التمتع بمشاهدة الكثبان الرملية في الصحراء وهم يمارسون رياضتهم المفضلة من فوق أعلى محطة للتزلج في شمال إفريقيا جئنا إلى أوكيمدن لرؤية الجبال والتزلج لم يسبق أن تزلجت في حياتي لكن الظروف هنا مثالية حقاً للمبتدئين ورغم أن المشهد المطل من فوق قمة أوكيمدن على سهول مدينة ورزازات مشهد مثير للإعجاب إلا أن النقص الكبير في البنية التحتية يمنع محطة التزلج فوق قمة هذا الجبل من التنافس مع منتجعات ومحطات التزلج العالمية المحطة بحاجة إلى بنية تحتية أفضل بما أن المسارات تتطلب صيانة يومية وحتى اليوم لا يوجد في منطقة أوكيمدن الجبلية سوى ثلاثة أماكن لإقامة الصياح واحد منها يديره فرنسيون بسعة 15 سريراً إضافة إلى عدد قليل من البيوت التي توفر إمكانية المبيت للصياح والزائرين لجأنا إلى الجامعة الملكية للتزلج التي قدمت مأوى للطلاب من أجل تمكينهم من تناول وجبة الأفطار قبل الشروع في التزلج على المسارات ومن بين المشكلات الأخرى التي تعيق تطور هذه الوجهة السياحية الشتوية في المغرب حركة المرور التي تستحيل كابوساً في بعض الأوقات حين يقارب عدد السيارات لـ 5000 في عطلة نهاية الأسبوع حتى أن البعض يعودون أدراجهم قبل الوصول إلى المحطة إن الطريق ضيق جداً على المسؤولين إجاد حل هذه المشكلة ففي بعض الأحيان من الممكن أن تقطع على مدى أربعة أيام إلى خمسة وبذلك يصبح الناس غير قادرين على الوصول إلى المحطة خاصة خلال عطل نهاية الأسبوع بسبب حركة المرور وتبقى جهود الحكومة المغربية لوحدها غير كافية لمعالجة مشاكل البنية التحتية كما أن الاستثمار الخاص الذي يمكنه أن يغير المعادلة لم يأتي بعد باستثناء مشروع كبير وحيد مؤجل منذ أكثر من ثماني سنوات بتكلفة 1.4 مليارات دولار وفي انتظار أن يعرف مصير المشروع تراهن الحكومة المغربية على سياحة المنتجعات لجلب عدد كبير من السياح حيث يطمح المغرب بحلول العام 2020 إلى جذب 20 مليون سائح في بلد تعد فيه السياحة من الموارد الثلاثة الرئيسية للعملة الصعبة